وبعد فشل جلسة انتخاب الرئيس جدد زعيم الطير الصدري مقتدى الصدر رفضه لحكومة التوافق معتبرا الانسداد السياسي أهوا وأفضل من تقاسم الكعكة وقال الصدر في تغريدة غاضبة لن أتوافق معكم ولا للتوافق بكل أشكاله مؤكدا أنه يعني نهاية البلد وضف الصدر اللا خير في حكومة توافقية محاصصاتية مستغربا من الدعوة إليها من قبل من وصفهم بالمتطاولين على كل المكونات والشركاء وختم الصدر تغريدته برسالة وجهها إلى الشعب العراقي متعهدا وقاطعا وعدا بعدم إعادته إلى المأساة السابقة مشددا على أن الوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع وأن الشعب لن يركع لهم إطلاقا زعيم أتلاف دولة القانون نوري المالك كشف عن إعداد الإطار التنسيقي مبادرة لحل الاختناق وحماية العملية السياسية من الانهيار وقال المالك في تغريدة إن الإطار التنسيقي والمتحالفين معه أكدوا قوة الثلث الضامن الذي ثبت بمنع عقاد جلسة اليوم مشيرا إلى بدي حوارات بين القوى المتحالفة لإنضاج مبادرة قبل الانطلاق بها إلى سائر القوى والمكونات السياسية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر